السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة شاف سهيلا اليوم جيت نقدم لكم حلوة من حلويات اللوز اللي بغيتوا انجاء الله نقدمها لكم ونبدأ لكم بالحاجات السهلة وبسيطة واللي الممتدئين في المجالية الحلويات اللي غادي جيكم سهلة بزاف من ضمنها غادي نقدموا كورني وغادي نقدموا يعني واحدة المروحة و الملووثة طبيعة الحال غادي تعجبكم بزاف وبمقادير يعني اللي كتكون مضبوطة مع جميع الاسرار لجميع الاسرار ديال الحلوة اللوز غادي تشوفوها معايا في هذا الفيديو كانت من الفيديوين اللي اعجبكم وتكتروني من العدد ديال لايكات هكا لتعم الفائضة كما لاحظوا ان شاء الله غادي نوريكم الفرن ديالي اللي يطلبوني عليه العديد من الاخوات حتى هو غادي نزلوه في الاخر فيديو بالنسبة للحلوة اللوز ولا اي حاجة كتتعلق باللوز الف مرحبا ولا عندكم شي تساؤول معلكم تخليوها ليه في كومنتر بالنسبة الحلويات هدو هما اللي قدمت كانت منت تعطوني الر رأيي ديالكم نبدو بالعجين ديالله وهد العجينة هالبنات هدية المعتمدة عندي كان اكد البنات ان هاد العجينة هادي غزالة بزاف ممكن تصيبو بها جميع الحلويات اللوز ومن ضمنهم الحلوة ديال بقلاوة اللي كان صوبو دائما او بحلاوة صافي من بعد هنا كانحتاج 300 جرام من دقيق الخاص بالحلويات ما يوعدنا ثلاثة ديال الكيسان كانحتاج هنا ملعقة عسل وهنا ملعقة واندي شوية الملح بالنسبة لعسل الممكن لبنات انكم تعودوا بسكر غلاسي في حالة ميلو مكاش العسل سوف نحتاج 1 ملعقة تكون مملوقة تقريبا 40 جرام ديال زبدة كتكون مع القابون بادي زبدة سبيسيال اللي كتكون هاكا بردة سوف من بعد كما لحتوك الرمي اللعجين ديالله بهالطريقة هذه كما لحتوه وعاد باش نضيف الماء الزهر بالنسبة لبنات الماء الزهر يكون من تلاجة خرجنا يعني يخصوا يكون بارد وبنسبة لعجينة ديالنا كتكون قاسحة وكندلكوها شي شوية بطبيعة الحل يعني بالنسبة لعجينة ديالنا ضروري البنات انكم تعجنوها وتخليوها تبات لما كنتم حاجتكم بها يعني في دك النهار كتخلي واحد ساعة ترتاح مهم إلا كنتم تزروبين بها كتحتوها في الكونجيلاتور تقريبا واحد نص ساعة ويجبوها تكون باردة وكتخدمي بها عادي ولكن إلا خليتيها ليلة كاملة تعطي طوع أكثر وضعنا بتطريقة قطعة ذلك هنا بالنسبة للعقدة دي للوسلي تائما كنخدمها معاكم ان شاء الله ده بغن اعطيكم طريقة شفويا ولي كيم سبعيني يعني اراهم عارفين طريقة والبنات الجوتوت مرحبا بيهم غادي نعوديهم طريقة وهي بالنسبة للعجينة غادي ناخد واحد طريف وغادي نرش عليه الدقيق بطبيعة الحل وغادي ندلكو شوية بالمدلك وندخلوه ونديروه في الورقة النمرة خمسة المهم جاهد لي غا تورق لكم الورقة ديالكم بالنسبة الحلوه دياللوز البنات كان ناخده عندي هنا 700 كرام من اللوز يعني هي كيلو لارب تحنتها تقريبا معا 400 كرام من السكر سنيدة ومعا شوية المسكة الحورة سوف يوم من بعد هكا جمعتهم بالماء الظهر وجوج مع الكبار ديالز بتحت الثلاثة سوف يبديت كان نمعك مزيان فيها وان شاء الله غادي نقول لكم الى اللوز اطلق لكم الزيت نكملو باش من خلطش لكم الافكار سوف نجيب هاد القطع هادي كي ما لاحظو سوف نضيف لها 15 كرام ديال اللوز نشكلو على شكل كورني نحرب لها كغير من التحت من الاسفل اما من الفوق نجيبوه هو هو فضي كنجيبوه بحلقة كلا لفو كنجيبوه اكيد من التحت من مشكلوه كنجيبوه بحلقة كنجيبوه ونعمل كمسك كلا لديهم كل من تحت الشمال كانت كادقها كامل كنجيبوه كتنجيبوه كنجيبوه ليفو كنجيبوه إلى الكورني تنقش بها لاتصالة سنينة عراض و يكونوا رقاقين في هذا الشكل سننزين و نجد اضع الوريده اختيارها مواقعية سوف نقرب لكم سهل طريقه الكورني اي وحده مبتدئه او في مجال الحلويات السهل ما تبدأ هو حلويات اللوز سهلين سهلين بزب ان شاء الله سيبقى معكم بشوية بشوية حتى نديروا جميع انواع الحلويات اللوز كما لاحظتوا سيبقى مستمرها حتى نسالي هذه الكيميه بالنسبة لها 700 جرام انا قسمتها على ثلاثة ديال الكوره باش تخرج لي كل كوره حسبت فيها واحد تقريبا 397 جرام في الكوره يعني باش ندير ثلاثة ديال الشكال ديال الحلوه كما لاحظتوا كننقش بهذه الطريقه هادي في الحالة تمنى تلق لكم الزيت ماليكم الى تسخنوا واحد نسكاز ديال الماء اظهر وتبقى وضيفه بشوية 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 ودائما العقده ديالكم كتخليوها تبات في التلاجه باش هكا كتجمع رسا وكتنجف مدك الزيت بطبيعة الحال في الخدمه اغي خدموها بزيان ومعكوها باش هكا ما تشجيو تخدموه اه ما تشقق بزيال المراحل كما لاحظتوا كنتمنى انكم تكونوا يعني اه هاد المرحلة هادي ديال الكورني ما تكونش عندكم صعيبة سهلة بطبيعة الحال كاللفها بحشي كاللف وصافي يعني طريقة جيدة سهلة كمتأكدة انكم مالبنات شوفوا خديروا غيرها بعاديا اللوز ولا غيرها بعاديا الكوكو وخدموا غيب انتم مغيب الكوكو بغاجوا تجربوا خدموا غيب الكوكو وديروا الطريقة هادي ومجربوا شوية شوية من الحاجة يعني كل شكل ديروا منه جوج حبات جوج حباته وانتم ما كتتعلموا يعني اممتو كتديروه لداركم وهانتي كتتعلموا صافي هادي كما لاحظتوا صافي الطريقة سهلة كما قلت لكم غدي نجيب النقاش وغدي نقنقش ودائما البنات كان ناخد من الحشوة من العقدة كان ناخد من العجين يعني ما كان ديرش من العجينة بوحديتها كما لاحظتوا هانتم وكان قلب جهة الخراوة ما ما كان ضغطش فقط كان ندور هاكا وما تضغطوش المنسب بجيب النقاش بجيب النقاش بجيب النقاش لا تخسر لكم هانتم كما لاحظتوا صافي طريقة سهلة وغندي ندور هاهدك الورائدة حرما الشيء سهلة بها الطريقة وكنا نخلوها يعني فتوه اه نشف ليلة كاملة بطبيعة حال باشهاكلوز نجح معاكم طافي غدي نجيب الكوره الثانية كما لاحظتوا غدي نسرح اضافة بلاستيك او بلاستيك و تجدها للصوم و لا يكون مهمة و لا يكون حشو بل تكون باينة و لا يمكن تضروا ورقائها يسرى نفس القطعة التي سنقطعها للعجين سوف نجيبها بها طريقة كندي بحل نصف دائرة ممكن البناثة كالفقاني ديلكم انكم تدهنوا بالقليل شوية بليد البيت باش يلصق معاكم هاد الحلوه هادي انا علش مدرداش لانه عندي اللوز ميت دم دونك بزاف محتاجيش انا الفوحة تسلع جينال ثبتات ليه على العقده ما ملقاش الحمدلله معها مشكل سوف نجيب واحد اللوزه بها الطريقة هادي وكندير بها الشكل هاده وسوف يكون متنقش متنقش به الطريقة هادي مهم على شكل مائل وكتقو الجهال الخرعة او تاني العكس دياله وانتم ما غاديين بحال الطريقة هادي صافيكي ملاحطو شكل سهل يعني بسيط بزاف واي وحده انها يتقدر تديرو بالنسبة لنقرب لكم الكاميرا وهنا هي جات مهم ما صلح ليش كنت كنشوف كاميرا وكنشوفوش كنقرب لكم ذاك شي واش واضح لانكم بحالة تعوجت ليه ديال في ذاك الشجيهة المهمة علينا بالنسبة لستورة حاولوا تقضو ونقرب لكي في الطيب ركوشيك تتقدر محصول كما نقتلو ساليت كمية كام لو خليتها في فالشخص خليتها في فالشخص خليتها ثبات بطبيعة لحال ومع عدا هاد الملوزها هاده자를 خدم معكم دباهي لي مكتقربش اضفت عليها اصفر بيضه و اضفت عليها القشور ليمو البرتقال ولكن اضفت غير القشور بعض القشور ليمو البرتقال اضفت عليها قليلا اضفت عليها نصف اضفت عليها اضفت عليها اضفت عليها اضفت عليها المختلفة كما قلت لكم من نسبة العقدة اخذت 700 جرام 400 جرام سنده ومن بعد اضفت لهم وشوية القرفة ومعالقة الزبدة حصلت لسهة المعالق وكانت لكها مزيان وكانت لديها عقدة قبل ما اظهر وكانت لديها تبات سوف نجد العقدة ونوزنها الوزن 15 جرام حتى هي لا تفوتها وممكن انكم 12 جرام حسن في هذه الحلوة تباين كبيرة 12 جرام تباين قياس 15 جرام في الطياب سوف نسلي الكيمية كاملة من بعد سوف نجيب هنا اللوز يكون افيلة وهنا لدي البيض سوف نشكلها بالنسبة لبنات الإفيلة ونشكلها لديها ونشكلها ونشكلها لديها 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 ونشكلها سوف نجد القلبات ونجد اختصاد سوف نجد العقدة ونجيب الله نجد العقدة اضعها في البيض اضعها في اللوز بحالة اللوز تكون بحالة اضعها بحالة اضعها سوف نجد نصف حبة السوريز او حب الملوك يكون مصبر سوف نقسمها على زوج و نضغط لتبت السوريز على حلوة اضعها في العبار لا تأخذها تاسا الخرى تكون فيها غيلة واحد و هذا يخلط اضعها 5 درهم و اضعها الحمر و الخضر في هذا المرحي اضعها اتمنى الفيديو اعجابكم و اضعها في الطيابة اضعها في النابج و اضعها في النابج و اضعها في النابج اضعها في النابج اضعها في النابج و بالنسبة للبنات هذا هو الفرن وهذا هو جميع الحلويات ولا الكيكات ولا اي حاجة صراحة كنشكره بزاف كنشكره كنشكره من كل قلبي لي كيكون وقف معايا ومساندني يعني ما كيحشمنيش اضعها في النابج كنت اعلمها حيث انت له بلا مختلفة اضعها في النابج و اضعها في النابج حلويات و من يجب ان تعملها كبير منها اضعها في النابج لا يساعدني ايضا و لا يساعدني في الطياب ولا في الحاجة كما تحكم فيه يساعدني على الجهة و يساعدون للعافية و كما أخبرت لكما سكن في القرية و كنت أتوقف لاحظون هذا المحل جلبت الكبير منه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة